مع الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلن عن إيقاف كافة طلبات زيادة التمويل لمزيد من الدراسة وأشار بيان صحفي بهذا الشأن أن هذا الإيقاف جاء بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يذكر أن الصندوق تأسس عام 2013 وفق القانون رقم 98 لسنة 2013 والذي يهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق خطوة كبيرة بالجهود المبذولة لدعم الشباب ومكافحة البطالة وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي